كل حاجة حوالينا لها كذا صفة في وقت واحد زي مثلاً الجو ده ممكن يكون سخت، تراب، سائع أو صافي ساعات يبقى منور وأوقات تاني يبقى ضلمة ولما بتبقى في الشارع وبتشوف وتحس الحاجات زي ماينفعش تزعق وتقول الجو إنك هتمشي في الشارع لو الجو سمع الكلام وغير الحاجات اللي مش عاجباك بتقبله كده زي ما هو وبتروح مش وارك عادي مش بس الجو لكن كل حاجة وكل حد في صفات كتير قوي مش تفى واحدة انت جميل، طفل، وسير، بتتكلم شقي أو مش شقي صوتك عالي شوية، لونك مختلف عندي أصحابك بتشوف قليل، بتتحرك على كرسي أو على رجليك بتحب تلون، بتحب الكورة، بتتحرك كتير أو بتخاف بتجيب درجات قليلة، بتعرف تعمل ساندويتش، أو لسه متعلمتش سنانك موجودة أو سنانك متخلعة عشان لسه بتكبر من حق اللي حواليك يدولك حاجة مهمة قوي قوي من حقك اسمها القبول القبول يعني مش من حق أحد يقولك إنه هيحبك جيل لو أنت غيرت حاجة من دول فيك القبول يعني تتحب زي ما أنت، زي ما هو شكلك، وزي ما هو طبعك، وزي ما هو صفاتك كلها اللي عندك حق القبول يعني حق إنك تتحب وتتعامل بزوء وبإحترام من غير مقابل، ومن غير شروط، ومن غير تهديد حق القبول يعني أنت كمان من حق أصحابك إنك تقبلهم زي ما هم بكل اللي فيهم، وتحبوهم من غير ما تبقى عايزوا ميتغيروا بس القبول مش معناه إنك توافق على حاجة تأذيك القبول مش معناه إنك تقبل بحاجة ضرك من حد أنت بتحبوه من حقك تطالب بالقبول زي ما أنت، ومن حق أحبابك عليك إنك تقبلهم زي ما هم لأن هي دي المحبة، المحبة قبول